خلوني أبدأ معاكم وأخذ بس بشكل عام رأيكم في مباراة أمس طبعاً أنا شايف المباراة مبيرح يعني أنا شايفها بصراحة أحسن مباراة لكولر على مستوى قراءة اللعب والتغييرات أحسن مباراة لكولر من بداية الموسيقى التقييم مش بيبقى بنتيجة الماتش يعني ممكن لو كرة طاهر ديت مثلاً كانت دخلت جون لها في الآخر أو كرة كهرباء أو أي فرصة ضاعت لو كان النادي الأهل قدر أنه يعني يكسب اثنين كانت الناس كلها تطلع تشيد بكولر وأنه هو كسب ينجي أفريكانز في تنزانيا وكده بصراحة أنا بحكم على قراءة اللعب والتغييرات وتوقتات تغييراته من أول مرة عشان أحسس لي أن أنت مكسوف وتتكلم بتقول كده لا لا مش مكسوف هذه هي الحقيقة أه الحقيقة على فكرة يعني عشان أنا برضه الموضوع ده بالنسبلي بيمثلي أنا بشوف أني يعني أنا حرجع أتكلم معاكم في هذا الأمر لكن بعد ما نتكلم أخذ رأيكم الفني أنه أنا لا أعلم لماذا ينظر الجميع لنادي الأهلي أو مش الجميع البعض من الناحية السلبية ليه دائما أن الناس ببصر لنادي الأهلي من الناحية السلبية آه فيها سلبيات ولكن وجهة نظر أن هذه المباراة فيها إجابات كثيرة جدا هو دورنا إحنا كمحللين بتحلل المباراة مش بالنتيجة بتشوف بعض الأداء بتقيم المباراة بتشوف تغييرات المدرب عاملة إزاي توقيتات تغييراته عاملة إزاي أن هذه الأهلي محاولاته قد إيه راح عالجوم كم مرة مضادور المدرب آه ممكن أتكلم في سلبية مثلا الفنيش اللامسة الأخيرة صحيح وزي ما بلال قال برضو أني تاخدش في كون أن الفرقة محتاجة في يناير رأس حربة آه ده بعض الحاجات ده طبيعي وكلنا شايفين كده مش عارف الكلامت آه لكن لكن أنا شايف أن هي بصراحة أحسن مباراة الكولر على مستوى التغييرات تسيبك من اللي هيقلل من كولر أو أدايا نادي الأهل يا جماعة احنا باللعب ينجي أفريكانز وأنا يا كابتن إسلام عندي تعليق على معلق المباراة كابتن علي محمد علي كامل الاحترام ليه وأنا بحب تعليقه بس بصراحة هو مزودها قوي مزودها قوي تعرف هو إيه اللي خلى يعني أنا ما كنتش هطلع أتكلم على كابتن علي تحديدا ولكن اللي خلاني أتكلم على كابتن علي أنا سمعت شوية من مباراة سمعت تعليقه على شوية من مباراة نادي الزمالك فوجدت أن هناك فارق في التعليق أصبح واضح جمهور النادي الأهلي أن هناك فارق كبير تحس أن الميول غالبة ماشي بس أنت مش عايز تعمل جاب ما بين أداء النادي الأهلي ونادي الزمالك فأنت بتحول تقرب المسافات معلش هو برضو الحاجات عايز ما عليش أصحها أول حاجة هو بيقول المنافسين ضعاف وأن المجموعة سهلة مجموعة سهلة إحنا مش بلعب أكاديميات ولا إحنا بنلعب في بطولة الكنفدرالية أضعف بطولة في تاريخ الكنفدرالية إحنا بنلعب في دورة أبطال أفريقيا المجموعة دي فيها ينجي أفريكنز أفكر بس المعلق ينجي أفريكنز ده السنة اللي فاتت كان وصيف الكنفدرالية وصيف الكونفدرالية قدام اتحاد العاصمة الجزائري ينجي أفريكان زي ملعابه صعب جدا في تنزانيا هو بطل الدور التنزاني هو المتصد حامل اللقب كمان في الدور التنزاني بالمناسبة شباب الوزداد اللي معنا في المجموع حامل لقب الدور الجزائري يبقى أنت بتتكلم إن المنافسين ضعف إزاي لا المنافسين مش ضعف الحاجة الثانية هو طول المباراة كابتن إسلام عمالي يتكلم إن نتائج مزبزبة إن أداية النادي الأهلي من نتائج مزبزبة آه كان فيه اجتماع إن إحنا عايزين نجدد الدوافع لكن النادي الأهلي نتائجه مش مزبزبة النادي الأهلي متصدر الدوري حتى الآن وليه مباراة مؤجلة لو كسبها هيتصدر الدوري على بيرامدز هيبقى 17 نقطة وبرامدز 16 نقطة النادي الأهلي إحنا بنقوله إن النادي الأهلي محتاج مهاجم في يناير إلا رغم كده الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 12 هدف الأهلي في أفريقيا أقوى خط هجوم من بداية دور المجموعات مسجل أربع أهداف الأهلي الفريق الوحيد في الدوري في الدوري المصري اللي مخسرش مع نادي زد فرقتين بس في الدوري مخسروش النادي الأهلي ونادي زد النادي الأهلي أكتر فريق صنع فرص في البطولة في دورة طال أفريقيا 11 فرصة النادي الأهلي أكتر فريق ده كل الأرقام دي بص يا كابتن إسلام للنادي الأهلي السنادي في دور المجموعات أكتر فريق عمل محاولات في البطولة عامل 41 محاولة 26 قدام ميدياما و 15 قدام يانجي أفريكانز النادي الأهلي ثالث أكتر فريق تحوز على الكورة في البطولة بعد سندونز وبعد الوداد يعني النادي الأهلي ماشي كويس مش معنى كده أن أنا أخد الناس في جنب الزبط اللي هو إيه يا جمهاء إحنا متعدلين حتى لو اتعدلت مع يانجي أفريكانز في تنزانيا دي نتيجة مش وحش نتيجة كوي النادي الأهلي أصلا في أخذ خمس سنين يعني أنا معي حتى نتاج النادي الأهلي في دور المجموعة كريمة الموسم اللي فات احنا خسرنا من الهلال 1-0 وتعدلنا مع سندونز 2-2 يعني أنت إيه جبت كم نقطة نقطة واحدة الموسم اللي قابله اتعدلنا مع الهلال 0-0 وخسرنا من سندونز 1-0 ده كان أهم مسماني يعني اتعدلت يعني اخدت نقطة واحدة الموسم اللي قابله اكسبت المريخ السوداني 3-0 وخسرت من سيمبة واحد سفر يعني كم؟ يعني ثلاث نقط الموسم اللي قابله بقى اللي كان مع فايلر خسرنا من نجم الساحلي واحد سفر وكسبنا الهلال السودان اثنين واحد يعني خدت ثلاث نقط الموسم اللي قابله 2019 كسبت فيتا كلوب اثنين سفر وتعدلت مع شاببت الثورة الجزائري واحد واحد أخدت أربع نقط يعني أول مرة من 2019 النادي الأهلي ياخد أربع نقط من أول مطشين وأنا ليه ما أتكلمش في الحاجات الإيجابية دي